وذي كفا تبع المجا وفريق قاعدة في مجهودات أهمة ليسترجع مكانة الحزب وإن شاء الله بالتوفيق إن شاء الله بالتوفيق خلنا تحطوا على سيد مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي سابقا الذي سيتقدم حتى لاحقا خطر مدام إذا وقعت الثورة أخرى ظهر لي بش نقعد ديما مجلس الوطني التأسيسي إلا أن مجلس الوطني التأسيسي عنده صفة استثنائية بعد المرحوم جلولي فارس اللي هو كان رئيس المجلس القومي التأسيسي الأول أنا رئيس المجلس الوطني التأسيسي وما يتبدل إلا إذا كان وقعت ثورة أخرى وإن شاء الله ما اللي هو الثورات ديما إلى حد ما محمودة ولكن الإنخلابات هي الغير محمودة بالطبع بالطبع بالفعل يعني ما ينجمش يكون فما مؤذس إخ نتوذي تعليق على كلمة سابقان يعني ما فعل يعني مش بش يكون فما رئيس مجلس تأسيسي إخ يعطيك صح أنت وبش يخذ هذه الصيفة في رئيسة مجلس تأسيسي طيب جدا اليوم أنت تعمل بصفة مستقلة وستتقدم لني الانتخابات الرئاسية المقبلة ما زلت ما قررش إلى يومنا هذا نفكر في المسألة بشكل جدي لكن لو كانت تقول لي طوى أنت نترشح ولا لا نقولك لا أنا قاعد نتابع في الأحداث نتابع في التطورات الموجودة على المشهد السياسي بالطبع ما نش بش نترشح للمشاركة فقط عرفها الكلمة بتاع بيردو كوبيرتان باكتسيبي باكتسيبي ما هوش هذا الحال أنا بش نترشح عندما نتأكد وأنا فما حظوظ للنجاح أولا ثانيا عندما نتأكد وأنا حول الترشح متاعي فما نوع من التوافق التوافق ولو الكلمة هذه حولها جدل الكبير لكن ننتصور كونه رئيس الجمهورية القادم يزم يكون فوق الأحزاب ما عندوش تجاذبات على نفس المسافة من التشكيلات السياسية يزم يكون حكم يزم يكون قادر على تسيير الأزمات وإدارة الأزمات وهذا يطلب كونه في المنطلق حتى في الانتخاب متاعه في المرحلة الأولى قبل ما يوصل وينجح يزم تتوفر الشروط هذه الحدرة على إدارة الأزمات الحياد الحياد بالنسبة للأحزاب احترام الدستور إلى أن يأتي ما يخالف ذلك الدستور هو اللي يسير في البلاد نحترموه نحاولوا باش نضعوا المؤسسات متاعه الدستورية في مكانها يعني ربما فهم خصال أخرى يزم يكون عنده القدرة لها لأنه عنده صالحيات خصوصية يعني في الدفاع وفي الدبلوماسية يزم يكون قادر بشي باش نبوه بكلمك هذا إلى نقطتين رئيسيتين تحدثت عن المناخات والظروف التي نجم تخلي أو تحث السيد مصفى بن جعفر على التراشح للرئاسية من جهة ومن جهة أخرى تحدثت عن الخصال التي يجب أن تتوفر في شخص ينوي ولا يرى في نفسه إمكانية أن يولي في قصر قرتاج ورئيس للجمهورية التونسية الثانية بحسب مضامين دستور يعني الصفات اللي حكيت عليها يعني هي تقولي الحيات والقدرة على إدارة الأزمات واحترام الدستور ما نحكيه على حاجة غريبة معناها لا يعني ما يش في نص الدستور لكن في روح الدستور نعم هاتنا تحثوا على النقاط الأولى تحدثت على أنه يجب يكون عندك حظوظ النجاح وتحظى بتوافق وتكون معناها فما إمكانية أنك تولي رئيس جمهورية شيء هذي يخلينا نراو فيك عصفوراً رادينا لحركة النهضة لأنه هذه الحركة عندها الخزان والقاعدة اللي تنجم تعطيك ممكن الأصوات معنى تتوى التوانسة اللي بشين تخبوا محصورين في لا وكملت السؤالي تتفهمني أنا نحاول أنه نفهم من الموقف متاعك أنت قلت يزم يكون عندي حظوظ للنجاح وتوافق أدنى هل ينجم يكون سيد مصطفى بن جعفر يغازل حركة النهضة ولا ويرد زيدة أيضاً أنه هي تقول له تفضل أنا حاشتي بشخصية توافقية وطنية نسندها بما أننا احنا في باب المغازلة أغازلوا كل التونسيين والتونسيات طيب مهما كانت المشارب متاحهم والانتماءات متاحهم السياسية وبالطبع اللي بشي جيه سندني ويعرف بالضبط فين ماشي يزم يتفق معايا أولاً على الكلام اللي كنت نحكي فيه أولاً أنا كرئيس ممكن غدوة للجمهورية بش نكون محترم للدستور في دقائقه يعني بش نتحمل المسؤولية في المجال المسؤوليات التاعي بش نكون داعم للحكومة مانيشي سبب من أسباب المشاكل المتاحها بش نعطللها الأعمال المتاحها بش نكون ضامن للوحدة الوطنية بش نحاول بش نضع المؤسسات فعلياً كيف الطريق إلى ذلك في مصر لأنه بش يكون عندك حضوظ النجاح لا لا مانيش نحكي على ما بعد لا أنا نحكي توق مزلت أما قلت لي أنت يلزم يكون فيما حضوظ النجاح ويلزم نحظى بالتوافق هذا يعني أنه أنت مش بش تجي تتراشح بصفة مستقلة هكي يلزمك تكون فيما ناس مزكيتك ناس وراك هذا بقعد بالطبع باتتصارتي أولاً هذا هو من جملة الأساليب والآليات هي القعدة هذه الحلوة معك اللي نتوجه بها للمواطنين الكل ومهما كانوا متحاسبين مستقلين نقابيين جامعيين حقوقيين خلينا في سؤال لا لا أنت تحب تحصرني في سؤال لا أنا سألتك وننتظر في الإجابة هني جاوبتك فصار حديث مع حركة النهضة كانت تحب تجاوب في بلاستي لا لا مثلاً هل صار حديث مع حركة النهضة أم لي لا ما تحدثت مع حتى حركة لو تحدثت معك حركة النهضة تقبل أم لي باش نتواصل معا كل التونسيين ما عندي إقصاء أو تمييز بين أي طرف من وعليش النهضة علش مش عابير موسي هاو باش نجي نقول لك بقية الأحزاب لا علش ركزت عن عصور لا بديد بحركة النهضة لأنه حركة النهضة عندها تسمية واضحة لتفكرة ما تقولك العصور النهضة عندها فكرة تسأل حركة النهضة شنو موقفها من مصطفى بن جعفر في أول مناسبة كان جاك مسهول من المسهولين باب النقاش مفتوح والتفاوض لا لا بالطبع مش باب النقاش والتفاوض أنا باش نتوجه للتونسي الكل وبالطبعه نلمس وأنه فما التجاوب باش نواصل الاتصالات متاعية وعندما نتأكد فما ناس ومواطنين وناخبين وفما طبقة سياسية أنا نسأل عن طبقة سياسية لأنه أوتوماتيك ما بش تخير تتكلم عن ناخبين فما طبقة سياسية وفما المجتمع المدني وفما الجمعيات وفما الشخصيات اللي ما عنداش انتماءات حزبية هذا الكله باش نتصل به وباش نتوجه له وبالطبع اللي باش يستجيب إلى هذا الطلب باش نحتي معاه ونتعمق معاه وربما يسألني ويحب إذاعات في برنامجي في طريقتي في العمل كيف أنا أرى المستقبل متاع البلاد ما تصل بك حتى حد إلى حد الآن؟ إلى حد الآن لا أنت تنتظر من يتصل بك ولا تنجم أنت تتصل لا نجم نتصل يجبني نشوف نرقى فما تجاوب مانيش باش نعمل عملية إقناع يعني مانيش جديد على الصحة لو كان اليوم تلت في الصحة السياسية يقول القائل ما يعرفونيش علش تحبب الناس يكلموني اللي بش يكلمني لو بش يتصل بي يعرف بالضبط تاريخ متاع خمسين سنة نضال قبل الثورة وبعد الثورة وما قمت به قبل الثورة وما قمت به بعد الثورة حيث اللي كما يقول الهوية متاعي واضحة في المشهد السياسي هذه الهوية النضالية جسما في المصطفى تحالفك مع النهضة بعد الانتخابات وتجربة الترويكا خليت التكتل يضعف وظهر الشيء هذي في انتخابة 2014 هل هذا التحالف مع حركة النهضة وأيضا حتى تجربة الحكم في الترويكا ما تراشوه إنها نقصت من هذا الرسيد النضالي ومن هذا اللمعان حزب التكتل يا عزب ولبخوف نلقاها في انتخابات 2014 خاطر دي ما يقولك الانتخابات هي اللي توريك الناس فيش تخمم أو هي اللي تبين وزن الحزب لكن في وقت ما دائما في وقت ما وقت اللي تقع انتخابات ما سميته في عديد المناسبات انتخابات الخوف أو ما سمي باطلا بالتصويت المفيد وقتها هذك وقت اليوم يظهر لي الناس اللي صوتت بشكل مفيد في 2014 قاعدين يراجعوا في العديد من المواقف متاحهم وفي تقييمهم للشخصيات الوطنية اللي حازت وقتها ربما المساندة لكن اليوم بكلها في موضع حرج يعني واحترازات واضحة بالنسبة للعمل السياسي تحكي على ندية تونس وسيل نعم بالطبع بالكل الأزمات اللي موجودة في الأحزاب البلاد اللي متوقفة احنا مهمش القضية الأحزاب هي أدوات هي آليات لتحقيق عدد من الأهداف أما المهم شنو اللي أنا أعيكاسات على الحياة السياسية لو تقارلي تجربة الترويكا أو فترة السلطة في الترويكا فترة الحكم في الترويكا وما جاء بعدها من 2014 كل تقييم موضوعي إذا كان نبعده على المواقف كما قولوا الجامدة والمتصلبة كل تقييم موضوعي تأتي اليوم بالله محكمة دستورية محكمة دستورية صادقوا على القانون متاحها في نوفمبر 2015 وقت اللي هي حقها وقتها بدأت تشتغل بعد عدوا عامين بشيفرزوا الأعضاء اللي مترشحين وبعد عامين يعني نوفمبر دميل ديسات وبعد عامين أنا أكثر من عامين ونص اللي توا منزلنا ما انتخبناش الأعضاء اللي هو حقه والمجلس النواب الشعب انتخبهم بالليش تحكي عن المقارنة أنا مقارنة في العامين اللي خدمنا فيهم أحنا في ما يسمى الترويكا ولو أنا كلمة ترويكا يعني الجذور متاحها ما ليش موافقة عليه لكن في كل عامين هذوك عملنا دستور عملنا هيئة لمراقبة دستورية القوانين عملنا قانون انتخابي عملنا الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عملنا قانون العدالة الانتقالية عملنا هيئة الحقيقة والكرامة عملنا حطينا على أقل السوكل متاع المجلس الوطني للحوار الاجتماعي شنو المقارنة اللي بش نعملوها قاعدين نشوفوا في فضايح بقطع نظر على الأزمات الداخلية للأحزاب والتفرقعات اللي تحدث وقال هي ما هيش أحزاب ما تسألناش هل ترى عنا أحزاب وقال لا عنا اليوم مزلنا بعد ثمانية سنين من الثورة نمشيوا بمرسوم خرج في 2011 مرسوم للأحزاب ومرسوم للجمعيات ما عملناش قانون أحزاب يعني هذا ما هو شي قضية جاءت إنسان عنده عقبات مشاكل في الحياة السياسية طبيعي كون إنسان يلقى مشاكل وسعوبات ويلزم يتجاوزها أما ثم تقاعس ثم غياب إرادة سياسية للتقدم وهذه مسألة واضحة معانتها لا تتطلب لا استثمار لا قروض أجنبية لا معانتها ربما ضرائب جديدة هذه إرادة سياسية وعزم وحسم باش نحط المؤسسات متانا في مكانها الحقيقة هو أننا نحب ونخدم مبلش فرينوات بدون رقابة وهذا شو يقع في إطارها اللخبة هذه العامة تفهم مليح اللي كونه ربما من المسؤولية الأولى لرئيس الجمهورية القادم أنه يرتب البيت يعاود يحط القطار على السكة كيفاش؟ أنا يقول لك الحاجات اللي ما تعملتش إذا ما تتعمل المؤسسات الدستورية اللي ما تعملتنا محطة وحدها الوحيدة اللي تعملت عمناها أحنا كيفاش؟ أنت تعرف مليح اللي رئيس الجمهورية عنده صليحية وعنده دوره ورئيس الحكومة أيضا عنده صليحية ودوره ورئيس مجلس نواب الشعب أو النواب الشعب وعندهم ده أو سلطة التشريع في عندهم هم بشون دخلوا رئيس الجمهورية في سلطة التشريع أولا عندهم مبادرة التشريعية فما قاعد نشعر في برشة كلام اللي فما بعد لكانت العباد تلهث بش تولي رئيس الجمهورية والعباد الكل تتحارب وتتعارك وتتسارع يقزموا في مجالات الاختصاص متاع رئيس الجمهورية سيفوه لهذا صحيح ولهذا صحيح هو حتى نكون واقعين أولا وزانيا حتى الناس اللي قلت لي أنت تتسارع من أجل رئاسة الجمهورية تتسارع من أجل هذا المنصب الشرفي رئيس الجمهورية ماهوش منصب شرفي عنده صالحيات اللي هي واضحة أعلان الحرب والسلم القائد الأعلى للقوات المسلحة الرأي في وزير الداخلية أو وزير الدفاع بالطبع هذا مرتبط بالأمن القومي وما أدرك من الأمن القومي عليش غازلك توا منصب رئيس الجمهورية عليش غازلك اليوم منصب رئيس الجمهورية وقبل وقبل كنت رئيس مجلس نوة بالشعب أنا ترشحت للاثنين ترشحت في 2009 وفي 2014 في 2014 كانت يمكن نقطة وصول متع التجربة نيضالية واضحة لخمسين سنة اليوم هذك عليش متردد لو كاني داخل في الشكشوكة متع هيا الكورة بمبات هيا نهبت ونلعبه وراني قلت من له المنهار وراني قلت أنا مترشح وأدفين كوبوغا أنا قاعد نشوف باش إنساني يوصب للمنصب ويفيد يكون عنده القدرات والإمكانيات باش يفيد باش يفيد يجب حولوا حزام يعني متاع سند قوي وهذا يعني لاش كلمة التوافق يجب لياش نساني يشوفوها كإن عملية متاع ضبابية ويتلموا الناس كله ويعمل عايزة ونشوفه ثم ثانيا بكل حزام هذاك ينجم كما ذكرتك عنده المبادرة التشريعية يدخل عنده الخطاب البداغوجي ينجم يترأس كل كل مجالس الوزراء بالطبع إذا كمش يحذر فيهم الكل يولي يشوش على رئيس الحكومة أما نعطيك شنو ما السلوحيات متاعه اللي ينجم يستعملها يستعملها بتيزان وشوية رسانة وينجم ينجم يحذر في كل شي يعني حتى وقت اللي ما فهماش مواضيع اللي هي تهم المجالات متاعه الخاصة بشي يقول رأيه يلتير لسنة دلار موقع يتبدأ فما تقعز هو ضامن ضامن لاحترام الدستور يعني مش بش تتكلم من فراغ هو الضامن للدستور ولتطبيق كل مجاء في الدستور هو الضامن للوحدة الوطنية إلى أين مدى نجم يكون سيد مصطفى بن جعفر عنده السند القوي الاتزان الرسانة القدرة على دق نقوس الخطر مرتبطة بالإرادة هذه شنو القدرة أنه نجم يترأس كل المجال السنوزرية أن يكون محاير أن يكون عنده القدرة على إدارة الأزمات واحترام الدستور هذا الكل متوفر في السيد مصطفى بن جعفر يظهر لي نعم يظهر لي بالتجربة يعني أحنا كيف تشوف هذه السنوات اللي مريت بها على رأس المجلس الوطني التأسيسي البلاد كانت في فترة دقيقة ودقيقة جدا العبادة كنت تتذكر صيفت أولا الدستور كونه هكا بين عاشية وضوحها قد نقومنا صوتنا ميتين على ميتين وستاش ته واحد يحلم بها يقول هذي ميراكل اليوم ماناش خالطين باش نلمهم مئة وثلاثة واربعين على بعض أسماء المحكمة الدستورية ولا في القوانين اللي هي قوانين هام هذا أنا نتصوره إنجاز وإنجاز مهم طبعا ما هوش مصطفى بن جعفر وحده عمل تشاركي واسع شارك فيه المجتمع المدني الأخصائيين التوانسة المواطنين في كثير من الحوارات لكن الحاجة الثانية هي أزمة صيفة 2013 وقلي كانت البلاد على حافة حرب أهلية الحمد لله ما تخناشي فيها لكن كانت أزمة حادة وتخلصنا منها ورجع للحوار الوطني ما رجعش زادة باقانك ودبقات ماجيك الحوار الوطني مشيت للشخصيات المسؤولة بالواحد بالواحد فما اللي مشيت له اللي بيروه ونحيط البروتوكول شكون شخصية المسؤولة الكل حسين العباسي سيراشد الغنوشي سينجيب الشاب سيحمل أمامي الكل هم تصلت بهم سيحمد براهيم الله يرحمه كل تصلت بهم ومش هم أبرك حتى من الشخصيات من المجتمع المدني شخصيات اعتبارية تصلت بهم يلزم الرجوع يلح تولت الحوار وبعد أسبوعين أو ثلاثة أولا بدأت الاتصالات التنائية ثم التأمل حوار الوطني اللي واكبته من بداياته إلى يعني إلى أن نصل إلى نتائجه أنت أب الدستور وأب الحوار الوطني في تونس والله هي كلمة أب هذه هي اختيار يعني ستنفورمول ديزون أنت صانع الدستور وصانع الحوار لا لا منيش صانع أنا شاف دوركاستر بالطبع بالطبع إذا كان أنا به كلمة شاف دوركاستر لا شاف دوركاستر يعني أنت قائد فرقة بالطبع ميدياتر وفيما خلافات نحاول نقرب وجهة النظر الناس اللي كانت متنافرة ما تقعدش مع بعضها وفي صاناديق أرشيف معنتها مختلفة في التاريخ متع تونس ولو قاعدوا مع بعضهم هذه كل مجاشة واحدة بعد هالتجربة اللي راكمتها قتلي في النذال وأيضا حتى في تجربة الحكم وحتى في إدارة الأزمة في 2013 أنت قلت كنت شاف دوركاستر ان كانت متاع المجلس في كتابة الدستور ولكن أيضا في إدارة الأزمة متاع 2013 والوضع السعيب وقتها لعشته تونس بعد اغتيالين وحتى بعد وجود النواب خارج المجلس تعتبر نفسك كنت قائد فرقة ناجح عليش هذا النجاح لم يتواصل في 2014 إذا كان بالفعل أنت كنت ناجحا في إدارة الأزمة وفي إدارة المجلس عليش ما كانش النجاح حالي ذك في 2014 أنت تفرق الله عندك برشة معرفة بالتاريخ معروف هي منافسة ومنافسة نسان ناس تدخلها بإمكانياتها الشخصية الذاتية وفما ناس تدخلها بإمكانيات أخرى وما تنسيش المكينات لكل وقتها خادمة على أنه خلنا الالتزامات متاعنا وتحلفنا مع الشيطان وهالكلام هذير كل عنده عنده نحبه ولا نكره عنده أمباكت للأسف الشديد نقول في وقت نوع من المغالطة حتى الأحزاب اللي ما دخلتش في تحالف معنا في ما بين 2011 إلى 2014 وين الأحزاب الوسطية شو نقول لك أنا انتخابات الخوف والرعب وين الجمهوري وين المسار اللي من الصباح للليل وهوما معنتها يضربوا في الترويكا باسترسال وتواصل يعني عدينا فترة استثنائية انتخابات 2014 كأنه طوى واحد فاق منهم قالاه شنو اللي صار لي شنو هالحلم المرعب اللي عشته لأن الناس ندمة اليوم على تصويت متاحهم في 2014 واضح وبرشا ندمو على تصويت للتكتل نعم وبرشا ندمو على تصويت للتكتل لأنه سيد لأنه سيد مصطفى بن جعفر وعدهم بعدم التحالف مع حركة النهضة وبعد ذلك تحالفها معها هذا الكل مش صحيح هذوم حاجات تتناقل على وسائل الإعلام بشكل متواصل وبما أنه كل يوم كل صباحه قبل ما واحد يرقد يسمع نفس النهضة صلحت صلحت عديد المناسبات أنا جيت قلت في ندو شعفية في 15 أكتوبر يعني أكثر من أسبوع قبل الانتخابات التشريحية قلت هذا شك قلت وبعد نتاج الانتخابات اتصلت بكل القيادات السياسية اللي كانت تتناضل ضد الاستبداد شنعملوا كيف هم محبوش ولا عملوا حسابات من بعد طلعة طلعت شنعملوا نخليوا البلاد هك تمشي نخليوا البلاد وقال ندخلوها في حيط احنا مرحلة انتقالية المهمة متاعنا الدستور وهنا كلمة توافق عندها معنا لو كان بش نعملوا برنامج اقتصادي اجتماعي اللي اليسار فيه اتجاه واليمين فيه اتجاه وربما الوسط بين بين والله هك لا عليش كيفش نتفقوا مع الناس اللي احنا مناش متفقين معهم في البرنامج نجم يكون سنة 2019 سنة العودة لحزب التكتل ان شاء الله انا عندي امل لان برشة ناس قاعدة تراجع في مواقفها وشافت هالحزبة ذا اللي هو حزب مغيف وفيه كفاءات والكفاءات كما قلت انت غادر تقريبا لا 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 مش صحيح كما الجمهوري كما معنا نفس الوضع النواة الصلبة مواصلة للنضال امتاحها كيف يا النواة الصلبة والناس اللي عندهم التجربة اللي مروا بتجربة حكومية خلاوا اثار ايجابية الى ابعد الحدود ان شاء الله الناس تتذكروا هو المواطن هو اللي في نهاية الامر هو اللي يقرب عنده فرصة للتواجد من جديد هذا الحزب بالطبع اذا كان المواطن تكون عنده فرصة باش يحل عينيهم ليح ويحل وذنيهم ليح ويتذكر شكون الناس اللي خدمت بالمجد للبلاد وخلات اثر طيب وناس من ضعف اللي ما استعملوش المال الفاسد الى غير ذلك الى غير ذلك من الصفحة النخبة الحالية استعملت المال الفاسد موجود وهي النخبة الحالية حتى الفجوات توا كيف كنا نحكيه على الوضع متاع الأحزاب في غياب قانون أحزاب اللي هو يضبط القواعد العمل العمل الديمقراطي احنا اليوم ما تعاوم ليش الموضوع ما تعاوم ليش لا 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 قل يا نهي الأحزاب التي استعملت المال الفاسد وانهي الأحزاب اللي ما كانتش في المستوى ارجع لدائرة المحاسبات في الانتخابات لا لا ما بش نكونوا واقعيين معناها هقول سمي بالاسم نفهموا احنا التكتل نوع والأحزاب الأخرى نوع ايه مليش بش نسمي بالاسم لأنكم تعرفوا انتوما هذه خدمتكم الانفستيجاسيون انتوما تعملوا البحث وتطلعوا كما ميديا بارت قاعدة تخرج في حاجات شكرا لك على الدرس لا لا مش درس لا مش درس انتي طالبة مني بش اليوم نجي نتهم شخص لأنا كفاعل سياسي ما قلت لك فاعل سياسي عندما اتقرأ في دايرة المحاسبات وتقاريرها عندك المعلومات المطلع دايرة المحاسبات قالت لي فما تجاوزات إلى الآن ما نعرفوش مثلا شكون لدخل دو مليار في الانتخابات الرئاسية متاع 2014 شكون التوى اسمه مش موجود اما اسم مصطفى بن جعفر ونجيب الشابي موجودين في دايرة المحاسبات في تقريرها على خطر خلصوا بالتقسيط الـ 45 مليون اللي مدتها للمدولة وقل هو العملية بسيطة حادية معناته باتفاق مع تريزور ريب بيبليك نعم شكرا لك سي مصر يعيشك تحياليك سيد مصفى بن جعفر الناشط السياسي ورئيس سبق المجلس الزوات المتحدة مرك الله فيك في الدعوة وشكرا مرة أخرى شكرا لك أيضا على قبولها سيدي مرحبا بي تحياليك